حضيت منطقة الخيران بتتشين مشروع جديد من نوعه وهو أول غابة خضراء في البلاد بهدف محاربة التصحر وتعزيز الكساء النباتي وحماية المناطق الداخلية من الغبار نعم الدكتور عيسى العيسى صاحب المبادرة الوطنية التطوعية أكد على أهمية تلك المبادرة في التخضير وكيفية إنتاج الغذاء من التربة الصحراوية أقدم شاب كويتي على زراعة شجرة تليها الأخرى بجذع وأخصان بنية اللون وورق أخضر مزينا بذلك منطقة جرداء في الخيران تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مكعب أطلق عليها اسم الغابة حلم راوده ليعلو بشجرة ويعود إلى الطبيعة دكتور عيسى العيسى بدأ مشروعه التطوعية بهدف الزراعة وتحسين البيئة وصار حلمي أني أخضر الكويت كثر ما أقدر وننتج غذاء من الرمل هذا صار الحين هدفي القادم تربة جدا قاسية وصعبة إذا قدرنا ننجح بتحويل هذا اللي تحتش اللي هو رمل رمل أن نقدر نزرع فيه وننتج مننا غذاء فمعناتها ماكم وكان بالكويت ما نقدر ننتج منه كأن أسوي هذا المشروع عشان بالأخير إن شاء الله الفكرة هذه تنهدى حق مؤسسات الدولة وحق أي شخص هاوي أو حتى مختص في عالم الزراعة عشان يزرع بأعلى فعالية وبأقل تكاليف أرض صحراوية ليست سهلة تعتبر خالية من الحياة البيئية المتنوعة الجميلة وبعيدة عن ألحان الطيور إذن كيف تمت الاستعدادات لهذه الأرض؟ مقام واحد إزالة طبقة الجتش المتصلبة طبقات الجتش هذه ما تخلي الجذر يمد فبالتالي النبات ما يكبر النبات بس يكبر إذا الجذر قدر يكبر تحت في الأرض فهذه الخطوة الأولى الغلطة الثانية إنه لما يحفرون في ناس تحفر بس يردمون التراب نفس الشيء ما سوي أنا شيء المفروض تنترك مواد عضوية أغصان أوراق داخل التربة لسببين إنه ما تخلي التربة تتصلب وتحتفظ بالماء فترة طويلة فبالتالي نقدر نعطي نبات النقطة الثالثة وايد مهمة وهذه نصيحتي أكبر نصيحة زراعية حق الناس بالكويت إنه عقوب ما نزرع لازم حوض الزراعة الرمل ما يبين أبدا نغطي الحوض بعشر خمسة عشر صانتي مواد عضوية إذا قدرنا نسوي تشذي نوفر ثمانين تسعين بلمية من الماء والنبات يحصل على بيئة مناسبة كأنها بيئة غابة حلم يراود الكثير خاصة محبي الزراعة الذين يعتنقون الطبيعة مذهبا ويعيشون أيامهم بنسيم الصباح ويحورون النباتة ويغازلون الزهور مروم حرام تلفزيون دولة الكويت